ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله شرع اليوم في استقبال السجناء المحليين عليهم من مؤسسات سجنية أخرى وأضاف المصدر ذاته أن مساحة هذه المؤسسات السجنية الجديدة تمتد على ما يفوق 47 ألف متر مربع وتبلغ طاقة والاستيعابية 1500 سرير موزعة على سبعة أحياء موضحا أنها تتوفر على جناح بداغوجي يحتوي على ستة أقسام دراسية وخمسة ورشات مخصصة للتكوين المهني الخاصة بحيرف تتماشى مع متطلبات سوق الشغل إضافة إلى قاعة مخصصة للزيارة العائلية وحسب البلاغ فقد تم الحرص خلال تصميم هذه المؤسسة على احترام كافة المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بإيواء مختلف فئات النزلاء وتهيئهم لإعادة الإدماج بعد الإفراج عنهم وتتوفر هذه المؤسسة الجديدة على سكان إداري يشغل مساحة تفوق 10 ألاف متر مربع ويضم 88 شقة سكانية مخاصصة للطاقم الإداري وموظف المؤسسة وعائلاتهم مما يضمن السير الطبيعي لمختلف المرافق والمصالح التابعة لها من جهة أخرى يضيف البلاغ شرع السجن المحلي وجد اتنان اليوم أيضا في استقبال السوجناء الجدد من المؤسسات المجاورة مشيرا إلى أن هذه المؤسسة السجنية الجديدة تمتد على مساحة 4.5 هكتار بطاقة استيعابية تبلغ 1400 سرير موزعة على 12 حيا وأضاف البلاغ أن هذه المؤسسات تضم حيا خاصا بالنساء والنزيلات المرفقات بأبنائهن وآخر خاص بالنزلاء الأحداث إضافة إلى قاعة مخصصة للزيارات العائلية ومصحات مجهزة بعدة تخصصات طبية فضلا عن جناح بيداغوجي يضم أقسامنا للتعليم وتكوين المهني نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية